حراك سياسي للاتفاق على مرشح منصب رئاسة البرلمان قبيل تحديد موعد جلسة الانتخابات لقاءات واجتماعات سياسية على مستويات متعددة لحسم الاتفاق داخل المكون السني قبل التوجه نحو الكتل والتحالفات الشريكة هناك مرشحين مرشح من تقدم ومرشح من النواب السنة البقية اعتقد خلال الايام القادمة سيكون هناك مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجانب الاخر فان الكتل الشيعية والكردية تترقب وحدة المكون السني في ترشيح الرئيس او الذهابي مع الاغلبية العددية اذا لم تتفق الاطراف المختلفة على مرشح وحيد للمنصب هناك اتفاقات سياسية مع الشركاء لكن انه الرأي الاول والاخير لأعضاء مجلس النواب باختيار من يمثلهم في رئاسة مجلس النواب دستوريا منحت المحكمة الاتحادية مساحة قانونية للبرلمان في انتخاب الرئيس حتى وان تأخر حسم الدعوة المقامة على جلسة ومرشحي ذلك المنصب وان التأخير لا يعطل مهام البرلمان في الرقابة والتشريع ومع اتفاق نصف الكتل السنية على مرشحها لمنصب رئاسة البرلمان تترقب الاطراف الاخرى حسم الاتفاق على مرشحها او الذهاب وتكرار سيناريو الجلسة الاولى والذهاب باكثر من مرشح لجلسة جديدة يدعو لها البرلمان سجاد الموسوي العراقية الاخبارية بغداد